نفذ متقاعد شركة مناجم الفوسفات الأحد اعتصاماً أمام مبنى الإدارة العامة في عمان بعنوان اعتصام المتقاعدين الفوسفات السلمي وأكدوا أنه في حال عدم الاستجابة لمطالبهم فهم مستمرون في تجمهورهم لحين تحقيق مطالبهم قضيتنا والحمد لله رب العالمين كنا نراهن والحقيقة أنه نحن كما راهننا وجدنا اليوم زملاء لنا في مجلس النواب الأكرم بحضور الجهات المعنية في قضية شركة مناجم الفوسفات ومتقاعدها والحمد لله رب العالمين ننتظر وزملائنا بتحقيق الحق وإعادة التعمين الصحي تحت مضلة شركة مناجم الفوسفات وتحقيق ما نطلب ونصب إليه جميعاً نتمنى أن تكون في حال ما تحققت هذه المطالب أتوقع والكل يتوقع الاستمراري في الاعتصام أمام هذه الشركة وهذا ما نريده ولا نصب إليه جميعاً ولا نتمناه نحن من طالب التأمين يرجع زي ما كان إننا عشرين سنة وتأميننا ماشي ليش على دور الإدارة هذه التأمين تغير؟ وين المشكلة؟ شو إلهم مقارب يعني؟ كل الناس الموجودة هذه بتطالب حب الدواء حب الدواء ودافعين ثمنها وطرقنا كل معاصم الدولي وصال إننا سنة ونص على باب الشركة معقول ما في دولي في هذه البلد هذه نحن نحمل الرقم الوطني يا جماعة من طالب حب الدواء بس؟ من تاريخ استلام الباشا زنوني لتاريخ استلام محمد الدنيبات الشخصيات الأردنية هذه شو يتعرض الصندوق لخسارة؟ شو يتعرض لأيشي؟ ما حدا من أصحابين القرار في شركة الفوسفات تجرأ إنه يلمس حقوق أو إنه يتجاوز على حقوق العاملين والمتقاعدين رب إن شاء الله لأنه هذا يعني حق عادل يعني صراحة هذا مطلب عادل لنا كلنا يعني أنت شايفتيهم كلهم كهولة بما فيهم أنا يعني كل واحد بيت فيه بيوقع من حالته الصحية يعني وهذا حق إلنا من ألفين وهم على رأس عملهم طول عمرهم مغطايين فما عمره كان عندنا نقص في التأمين الصحي ولا لعب فيه يعني اللعب بلش من ألفين وتسعتاش وهذا إشي جديد يعني أنا بتفاجع إنه عماله بيصير نوع من المضايقات لإخواننا وزملائنا فأخطر مهنة هي مهنة المناجم وهذا الحكي طلعنا عليه حافز يعني مش إنه استجد أمر جديد هذا حافز من ضمن الأشياء اللي طلعنا عليها من تقريبا من عشرين عام أو ثين وعشرين عام الآن في العهد الجديد في مجلس إدارة الجديد بلش يقضم فيه لما تفرق من مضمونه أمام الناس وأمام الرائع بيقول لك أنتوا يا عمي تأمينكم ما شاء الله عليه إذن إذا تأميننا زي ما بيقول تمام التمام فيه إلنا زمناء متقاعدين عسكريين تقريبا قرابة 500 متقاعد عسكري الآن ما انتسبوا له بسبب الإجحافات اللي فيه وآثر يكون على تقاعده العسكري ولا يكون متقاعد فوسفات المعتصمون يطالبون بحل مشكلة التأمين الصحي وقالوا إنه تم تشكيل لجنة في مجلس النواب بحضور الجهات المعنية المختصة لحل أزمة التأمين الصحي في الفوسفات وكلهم أمل بأن يحق الحق ويعود التأمين الصحي